مرحباً أصدقاء كيف ترفع طاقتك؟ وكيف تتخلص من الإرهاق النفسي؟ كيف ترفع طاقتك؟ كما نعلم من كلام غازرف وأنا أعلم من تجربتي أن الطاقة ترتفع عندما نشعر بالحب وأول خطوة للشعور بالحب هي حالة القبول الداخلي الخطوة الثانية لرفع الطاقة هي أنه في اللحظة التي نقذف فيها الطاقة بسبب شيء أثار فينا العواطف لحظة قصف الطاقة يجب تحويلها الطاقة للأعلى لله يعني يحصل معنا أمر ما يسير فينا العواطف والعواطف والمشاعر هي طاقة هذه الطاقة إما نوجهها للأعلى على شكل قبول وعدم إدانة أو حمد لله أيضاً أو نقف الطاقتنا عن طريق خفض زبزبات هذه الطاقة كما حسب ما أنا أشعر عن طريق فأزاً خفض زبزبات هذه الطاقة من خلال التزمر والإدانة والسب وغيره اليوم نزلت على الشارع لحط ماء للكلبة مع جرائها وشفت الجروية اللي ضربوا مبارح الموتوتسيكل ضربوا وسائق الموتوتسيكل الدراجة النارية يعني ضربوا عن قصد كما عرفت نجارة شايفته ومبارح بعد ما ضربوا الموتوتسيكل رحت حطيته بين الأعشاب أنا مدري مين شايفه ورجح جيبه وحطه هناك حد أمه طبعاً صار في عندي انفعال هذا الانفعال العاطفي اللي هو قذف من الطاقة لو حولته لتزمر واستياء وسب لن خفض الطاقة واصبته باكتئاب أكبر وخسرته وخسرته كماً كبيراً من الطاقة ولكن لحظتها لحظة الانفعال شعرته بالقبول الداخلي علماً بأنه كنت كتير تعبان ومنهار عندما شعرت بهذا القبول الداخلي شعرته أن طاقتي ارتفعت قليلاً رجعت حطيته هناك بلبان الأعشاب ورحت خلال العمل في الهاتف مثلاً يعلق الهاتف أحياناً بطيء بيصير أبدأ بالتزمر ولكني اليوم قررت أن لا أتزمر وبدل أن أتزمر عندما يعلق الهاتف أغمد عيني وأشعر بحمد لله أقول بقلبي الحمد لله وأشعر بحمد لله وهذا ما فعلته صرت كلما يعلق التليفون أغمد عيني وأقول الحمد لله وأشعر بحمد لله كذلك تجيني أفكار سلبية أحياناً وكلما تجيني الفكرة السلبية تغريب وقفها وبغمد عيني وبشعر بحمد لله خلال ساعة ساعة ونصف تحسنت حالتي بدأت أشعر بالطاقة وأخرج من حالة التعب النفسي والإرهاق النفسي حالة الاكتئاب اليأس الإحباط الإرهاق النفسي وإحساس بأنه دخلت في طريق مسدود يعود سببه إلى انخفاض مستوى الطاقة بكل بسط يعني إذا رفعت مستوى طاقتك من خلال شعور القبول الداخلي سترتفع الطاقة تلقائياً وستختفي هذه العوارض الاكتئاب واليأس وغيره الطب والبيولوجيا قد يعيزون ذلك إلى ارتفاع مستوى هرمونات السعادة أوكي شو المشكلة يعني خليها تكون هرمونات السعادة يعني إذا الوحد يحس بحالة القبول خليها نقول يرتفع مستوى هرمونات السعادة لديه إذا ما بتكون تستعملوا كلمات الطاقة فشاركتكم تجربتي جربوا اتخذوا قرار أنه اليوم جربوا ما قلته وقد يتحسن وضعكم تدريجياً ولكن مهم المسابرة في ذلك ما نتكاسل وما نستسلم شكراً على المتابعة وإلى اللقاء شكراً للمشاهدة